اشتركوا في القناة قصص مؤلمة وقصص موجعة حينما يتعملها الإنسان لأول وهل يتعجب من حادثة مثلا زوج طلق امرأته بسبب تافه أب غضب على ابنته وأخرجهما من البيت لسبب تافه يدرك تفاهته بمقدمات العقول قبل أواخرها وحينما يتأمل الإنسان في هذا ربما يرمي هذا الشخص بالجنون أو بالتهور لكن الواقع بأن هذا التصرف إنما هو نتاج تراكمات تراكمات سنين طويلة جدا جعلت هذا السد ينفجر بمثل هذه الصورة ولذلك ليس من المعقول أن زوجا يطلق امرأته بسبب كلمة عابرة بسبب زجاجة انكسرت في المنزل ليس من المعقول أن والدا يطرد ابنه من البيت أو ابنته مثلا لخطأ بسيط يحتمل لكن الواقع أن هذه الأشياء حينما نقف على هذه اللقطة أو هذه الحلقة الأخيرة في واقع الأمر هناك حلقات هناك سلسلة طويلة جدا من التراكمات التي ولدت هذا الانفجار وسبب ذلك إخواني وأخواتي غياب الحوار بين أفراد الأسر هذا في تقديري أنا أرجع هذا إلى غياب الحوار بين أفراد الأسر حينما ينعدم الحوار وحينما يستقل كل شخص وينكفع على ذاته من الطبيعي جدا أن لا يكون هناك انسجام أسري ولا عائلي ولا يكون هناك تفهم لبعض التصرفات ولبعض الممارسات فتبدأ عملية تراكمات وجمع وحمل في النفس الشيء الذي ربما مثل ما تقول العرب القشة التي قسم الظهر البعير ولذلك إخواني وأخواتي الحوار الأسري شيء جميل ورائع الحوار الأسري حقيقة منهج متى ما انحضر في الأسرة صدقوني بأن الأسرة ناجحة لماذا؟ لأن الحوار أو الخلاف عموما هي سنة من سنن الله الكونية من سنن الله الكونية الخلافة والاختلاف بين الخلق سواء في أشكالهم في أفكارهم في تصرفاتهم يقول جل وعلا ولا يزالنا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فالاختلاف سنة كونية أنت أصابع يديك ليست شيئا واحد أولادك هؤلاء الذين خرجوا من صلبك ومن رحم أم واحدة ليسوا سواء في التفكير في التعاطي مع الأشياء في الانفعال مع الأمور الدنيوية الأمور الشرعية يختلفون وهذه سنة من سنن الله تعالى الكوني القدري ولذلك من المهم جدا أن يكون الحوار الأسري حاضرا موجودا لأن غياب الحوار في واقع الأمر يورث مثل هذه الأخطاء بل الأخطاء القاتل التي تأتي ربما في وقت ينفجر فيه الشخص ويكسر الذي لا يمكن إصلاحه والحوار الله جل وعلا الخلاق الخالق العليم سبحانه وتعالى سمح للملائكة بالحوار معه سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله أكبر ربنا الخلاق الخالق العليم سبحانه وتعالى يحاور الملائك بل حاور إبليس عليه لعائن الله المتتابع حينما امتنع عن السجود لآدم سأله ربنا جل وعلا ما الذي منعك فقال أسجد لمن خلقت طينا حوار بين الرب جل وعلا الخالق وبين إبليس الحوار مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحصل الأنبياء يحاورون ربهم سبحانه وتعالى خاصة موسى عليه الصلاة والسلام الكليم الحوار إخواني وأخواتي هو تفاعل بين اثنين أو طرفين في قضية تطرح في قضية تطرح إما يطرحها أحد الطرفين وإما أن تكون مطروحة أصلا فيكون هناك حوار حول هذه القضية الحوار علامة الشجعان لأن الضعيف لا يحب الحوار لكون لا يمتلك الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يجاري الآخرين في الحوار الحوار علامة على شفافية النفس وعلى طيبة القلب لماذا؟ لأن المحاور يريد الوصول إلى الحق الحوار دلال على ثقة الإنسان بنفسه نواثق من نفسه ولا يهمه أن ينتصر هو أو أن ينتصر المقابل أن يكون الحق في طرفه أو في طرف المقابل لذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استعملوا الحوار مع أقوامه هذا نوح أبو الأنبياء أو نقول الأب الثاني للبشرية نوح الأب الثاني للبشرية بعد الطوفان نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال لربه جل وعلا؟ قال رب إني دعوت قومي ليلة ونهارة فلم يزدهم دعائي إلا فرارة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم الآيات هذا العملية عملت حوار نقاش ودعوة وحوار وأخذ وعطاء إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام حوارات إبراهيم كثيرة جدا مثلا مع والده واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاء يا أبتي يا أبتي في سورة مريم اقرأوا هذا كيف حاضر إبراهيم وأباه حوار طويل النتيجة لكون والد إبراهيم ضعيف لكون إبراهيم لا يملك الحجة الحجة في مقارعة إبراهيم لجأ إلى ماذا؟ لجأ إلى المصادرة ولجأ إلى التهديد لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليه وهذه حيلة الضعفة دائم المصادرة مثل بعض الأزواج حينما يحصل بينه وبين زوجتي حوار ولا يملك الحجة ترى أطلقكي هذه مصادرة هذا الدلالة على أنه ما يملك الحجة فقير معلوماتي فقير حجة كذلك الزوج إذا ما كذا أطلع من البيت أطلب الطلاق أطلب الخلع لأنه فقيرة معلومات فقيرة حجة ما عندها القدرة على ما عندها الحق الحق التي تستطيع من خلال أن تتسلح به في هذه المعركة الحوارية الجدانية إبراهيم يحاور نمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت هذه مكابرة يقولون في كتب التفسير بأنه رأى رجلا بريا أخذه وقتل قال هذا حي أنا قتلته آمته وإن سامحكم عليه بالإعدام أخذه وأطلق صراحة قال أحييت ميت هذه حجة باردة لكن إبراهيم صعقه بحجة لا يمكن أبدا لمثله ولا لغيره أن يأتي بها قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين حوار حوار يعني لاحظ قصص الأنبياء كلها حوار النبي عليه الصلاة والسلام يحاور قومه يأتي إليهم فيناقشهم ويحاورهم ويأخذ معهم لكن هؤلاء القوم الذين أفلسوا من الحجة وأفلسوا من البرهان يلجأون إلى المصادرة والمصادمة والتهديد مثل ما قال فرعون لموسى حينما رأى الآيات ورأى المعجزات ما كان من فرعون إلا أن لجأ إلى دغدغة عواطف الشعب إن صح التعبير بأن إن هذان لساحران يريداني أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلة ضرب على وتر الوطنية وتر الحساس هذه مصادرة لماذا؟ لأنه فقير حجة فأنا قصدي إخواني وأخواتي بأن الحوار والجدال منهج بشري بل منهج ملائك الله عز وجل حاور الملائك الملائك أيضا يتحاورون فيما بينهم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهج نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك الحوار الأسري هذا من المهم جدا أن يكون أحد أسس التربية التي تنشع عليها البيوت الصالح لأن غياب الحوار سبب من أسباب في واقع الأمر فشل الفشل الأسري سواء على مستوى الزوجين أو على مستوى الأولاد نبينا صلى الله عليه وسلم ما منعته أبهة الرسالة عظمة النبوة علو المنزلة رفعة المكانة هذا النبي الذي هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أن يتحاور مع نسائه يأخذ ويعطي مع نسائه و أحيانا قد ترفع إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام صوتها عليه ترفع صوتها عليه و مع ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم حتى مع أصحابه رضي الله عنه لكم أن تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فيأتي شاب في عنفوان شباب يقول يا رسول الله ائذلي بالزنة ائذلي بالزنة تخيل في المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر و حوله الصحابة كالكواكب جلوس و إذا بهذا الشاب يفسد هذه الجلسة بهذا السؤال طيب ماذا طبعا انتفذ الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هدأهم ثم طلبه و حاورهم فقال له أترضاه لأمك ترضى الزنة لأمك قال لا يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتك أترضاه لابنتك قال لا يا رسول الله قال كذلك الناس ما يرضونه لبناتك أترضاه لزوجتك أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالك والرجل يقول لا لا يا رسول الله ثم قال والله يا رسول الله ما شيء أحب إلي من الزنا الآن ما شيء أبغض إلي من الزنا لاحظ نتيجة هذا الحوار كيف قادت إلى أن هذا الرجل يذهب إلى أن أبغض شيء إليه الزنا كيف يعني وصل إلى هذه النتيجة وصل إلى هذا الأمر من خلال النقاش الحادي العقلاني الذي يصيب الإنسان إصابة دقيقة فيظهر هذا السلوك الحديث له بقية لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني حياكم الله إخواني وأخواتي قبل الفاصل ذكرت لكم قصة حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن شابا فاجأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب غريب يريد فتوى شرعية في الزنا وهذا لم يرضي جميع الصحابة بل لم يرضي النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام حاوره وناقشه فسأله مجموعة من الأسئلة ترضاه لأمك ترضاه لأختك لابنتك لزوجتك لعمتك لخالتك كان جواب الشاب لا يا رسول الله لا يا رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلك الناس لا يرضونه والمقصود إخواني وأخواتي بأن الحوار الأسري لا بد أن يكون حاضرا موجودا لأن هذا الحوار في واقع الأمر يسهل عملية نجاح النجاح الأسري نجاح الأسرة تجاوز الأسرة المخاطر في بداية حديثي لعلكم تذكرون العهد قريب قلت بأن أحيانا يحصل كسر للأسرة مثلا طلاق خلاف قوي شرس بين الوالد وبين أولاده لأمر تافه جدا يتعجب الناس معقول نعم معقول لأن مثل ما تقول العرب هذه القشة التي قصمت ظهر البعير لأن هناك تراكمات هناك من يعني يخزن في قلبه وفي صدره والسبب ما في حوار ما في نقاش مثلا بعض الأزواج يعني لديه فرعونية حينما يدخل البيت سلطوية هو السيد الآمر الناهي على الجميع أن يسمع مجرد رأي مرفوض كذلك بعض الزوجات ما تقبل إذا أرادت الشيء لا يمكن لا بد أن يحصل لا بد أن يوجد ما ترضى من يعني بالحوار مع زوجه وإن كان هذا قليل هو في الغالب يكون في جانب الرجل أقوى وأشد الأولاد أحيانا يكون لديهم بعض الأشياء التي يحتاجون فيها إلى أجوبة هناك رغبات هناك يعني أشياء هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال من خلال الحوار ولذلك ليس هناك أجمل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يسمح بالحوار يسمح صلى الله عليه وسلم حقيقة الحوار الأسري في تقديري بأنه دلالة على شجاعة الرجل دلالة على شجاعة المرأة الزوجة دلالة على شجاعة الولد سواء كان ذكرا أو أنثى الحوار هذا شيء عظيم الحوار في واقع الأمر كما ذكرت هي تبادل طرف مع طرف آخر في قضية يتنازعان فيها يعني غير متفق عليه يعني مثلا المرأة تريد أن تخرج تريد أن تخرج إلى مكان تطلب من الزوج الزوج يرفض إذن هنا تصادم الطرفان ما بين الرفض والرغبة إذن لا بد من حوار كيف يتم الحوار؟ الحوار لا بد من أن يقنع كل طرفنا الآخر بيعني ضرورة الذهاب أو عدم الذهاب المصلحة من الخروج عدم المصلحة من الخروج من المنزل المصالح الفوائد عدم بهذا الطريق طبعا أحيانا المصادرة هذه مشكلة المشاكل ما معنى المصادرة هي الرفض البات القاطع الذي لا رجعت فيه أحيانا من النجاح هو قضية تسهيل مثل هذه المسألة بمعنى الموافقة لكن في وقت آخر انتهت القضية يعني الآن الزوجة إذا أصرت على الذهاب ووجدت رفض مثلا من الزوج قاطع مع أن المسألة هي طبيعية وعادية من الأشياء المباحة هنا يحصل الاصطدام هنا يبدأ قضية التعبئة في النفس هنا تبدأ قضية التراكمات هنا يبدأ الشيطان ينفخ في هذا حتى يكون ورم في النفس وفي القلب تجاه الطرف الآخر لكن لو قال الزوج مثلا إن شاء الله لكن ليس اليوم هذه نصف المشكلة المشكلة انتهت يعني إذا قال إن شاء الله طيب لكن ليس اليوم أنا أحتاجك مثلا انتهت نصف المشكلة يبدأ النقاش في قضية تحديد اليوم وهي النصف الثاني وتنتهي القضية تنتهي القضية النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة يعني مثلا في صلح الحديبية لما صدت قريش النبي عليه الصلاة والسلام عن مكة والصحابة يعني جاءوا وكلهم شوق للطواف حول الكعبة لزيارة وطنهم وبلدهم بعد تقريبا ست سنوات أو سبع سنوات مكة التي منها خرجوا وعلى أرضها درجوا مكة التي تنسموا هواءها وشربوا ماءها مكة التي هي مكان ملاعب الصبا مكة الحنين مكة التي تسكن كل واحد منهم صدموا صدموا والنبي عليه الصلاة والسلام أملهم بأن يعتمروا فلما أمرهم بالحلق أمرهم بالحلق الصحابة رضي الله عنهم تأخروا يعني لعل وحيا ينزل لعل أمر يطرأ فالنبي عليه الصلاة والسلام حاور أم سلم رضي الله عنه فقال لها انظري إلى الناس أمرهم بالأمر فيتأخرون فأشارت إليه رضي الله عنه في قضية مثلت حل عظيم جدا فقالت يا رسول اذهب وأخرج إليهم واحلق قبلهم أو أمامهم فحلق النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم فحلق الناس كلهم رؤوسهم حتى يتحللوا من الإحرام لاحظ الاستشارة والحوار والأخذ والرد كيف أنه ينهي مشاكل كثيرة جدا ولذلك أخواني وأخواتي من المهم جدا أن يكون هناك حوارا أسريا وهذا الحوار حقيقة يضفي على البيت قوة وأيضا يعطي أفراد الأسرة يمنحهم يعني درجة كبيرة جدا من الوصول إلى الأشياء التي يقتنعون فيها في نهاية الأمر قد تبدو للمرأة فكرة حقيقة هي لم تنضج لديها لكن بالحوار ترى بأنها ساذجة وما كان ينبغي لها أن تطلب هذا الأمر قد يبدو للرجل شيء مثلا ويقتنع فيه أنه ما سمع من الطرف الآخر فبالحوار يكتشف بأن هذا الطلب ساذج لاقي مثله الأولاد أحيانا قد يطلبون أشياء في الحوار وهذا ليس بالضرورة أنني حينما أقول يعني الحوار أنه والله يكون الحق دائما في جهة الرجل أو الحق دائما في جهة المرأة أو الطلب هذا لا ينفذ لا قد تقتنع أنت بأنها الخروج هذا اليوم أنسب من الخروج بعد أسبوع مثلا إلى المحل الفلاني فلذلك أخواني وأخوات الحوار عملية بين الطرفين الغرض منها الوصول إلى الحق الغرض منها تخفيف الشر أحيانا ليس بالضرورة اقتلاع الشر من جذوره قد يكون تخفيف وهذا مسلك شرعي يعني إذا لم يستطع الإنسان يعني اجتناب الشر كله فعلى أقل تقدير على أقل تقدير تخفيف الشر كذلك الحوار ليس بالضرورة أن يكون في أشياء سلبية الحوار يكون في أشياء إيجابية طرح موضوع معين في صالح الأسرة في صالح الأولاد يدور حول النقاش وحوار معين هذا الحوار هو الذي فعلا يدفع الأسرة دفعا إلى أن تترقى في مدارج النجاح ولذلك من المهم جدا مسألة الحوار الآن الأسف الشديد كثير من الأباء لديهم مشكلة في قضية الإجابة على كثير من أسئلة الأولاد تعلمون بأن طبيعة الأولاد خاصة الذين بدأوا يتلمسون الواقع الذي حولهم يبدون يسألون أسئلة غريبة ينظرون في هذا الملك وتسألون عن الله عز وجل كثير من الآباء كثير من الأمهات يتهربون من الجواب على هذا السؤال وهذا يندل على شيء فإنما يدل على الفقر المعلوماتي يدل على عدم الاستعداد لمثل هذه الأسئلة وهذا أكبر غلط هذا الولد يرى فيك القدوة ويرى فيك القدوة فإذا تهربتما من الجواب على هذا السؤال سيفقد الولد الثقة في والديه ذلك استعد لأولادك بسؤال أهل العلم بالقراءة مع أن الجواب يسير ولله الحمد يكون بينك وبينه حوار أحيانا الحوار لا يلزم أن يكون بالمباشرة أحيانا قد يكون بالإشارة بالتلميح بالتعريض حتى تصل إلى إقناع هذا الولد تدور وتحوم حول الحمى حتى يقتنع ولذلك هناك حقيقة مجموعة من المعوقات لهذا الحوار أولها مسألة الكبر الذي يوجد عند أحد الأطراف فيرى بأنه فوق الحوار وأرفع من أن يحاور أفراد أسرته وهذا لا شك بأنه مسلك خطير وخلق ذميم وأنا ذكرت لكم قبل قليل كيف أن الله جل وعلا رب الأرباب ملك الملوك إله الناس حاور الملائكة حاور الملائكة جل وعلا وتقدس النبي عليه الصلاة والسلام يحاور حاور الأعراب حاور الوثنيين حاور اليهود حاور النصارى اليهود يأتونه في المسجد يأتونه في يعني المحل محل جلوسه يناقشونه ويناظرونه ويجيب صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الكبر هذا الموجود عند بعض الناس بأنه ما يسمح في المحاورة هذه فرعونية تسكنه هذه فرعونية تسكن نفسه يجب أن يتخلص منها الأمر الآخر مسألة المصادرة يعني بعض الناس قد يسمح بالحوار لكن يرفض لابد أن يكون الحق معه وهذا غير صحيح هذا غير صحيح أحيانا قد تجد عند هذا الولد الصغير عنده من الفهم وعنده من الإدراك ما ليس عنده الكبير ما ليس عنده الكبير لذلك أحيانا الإفادة من هؤلاء الصغار من خلال عملية الحوار يعني هذه خطوة جبارة الآن يعني نحن نحن أبناء الواقع كبار السن الآن الذين يعني في سن الأربعين والخمسين فهمهم للأجهزة الذكية ليس بمستوى هؤلاء الصغار لذلك 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 نحن الكبار نستفيد من هؤلاء الصغار من خلال الأجهزة الذكية التي لا تمثل عندهم شيء لأن هذا 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 زمانهم وهذا واقعهم فعل ذلك نستفيد منهم طيب ما المانع أنني أتحاور معهم في قضايا معينة مثلا الأمر الآخر بأن الحوار في واقع الأمر يكنس ويقضي على كل المخلفات التي تمثل تراكمات أو لا يسمح فيها ما يسمح أن تبقى في النفوس مثال يعني الآن شخص مثلا أعلن الحرب على قضية الحوار ما في حوار في البيت هذا يورث ماذا تراكمات تراكمات ويؤتي الانفجار في لحظة ربما تكون مثلا ما ذكرت المثال قبل قليل تافي لكن لما يحصل شيء ويحصل حوار يوميا تجد النفوس طيبة تجد القلوب رضية تجد الصدور سليمة لبعض ما تجد الآن تشوفهم بعض الخلافات الزوجية بمجرد خلاف يعني تنقدح شرارة الخلاف يبدأ إيش يستدعون الماضي يستحضرون المشاكل السابقة يستحلبون استحلب يحضرون لكن لو انتهت في ساعتها بحيث انتهت بالحوار ما يمكن لأحد ان يستدعيه لانه انتهت وقضي عليها وكنست من الصدور وكنست من البيوت فلذلك الحوار مفيد جدا حتى يعني في جانب الوظيفي جانب العمل الحوار هذا شيء رائع شيء جميل شيء يقود في واقع الأمر إلى النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى فلذلك أخواني وأخواتي الحوار الأسري أنا أعده حقيقة أحد أسس النجاح الحوار الأسري يجب أن يكون منطلقه التواضع الحوار الأسري يجب أن يكون منطلقه الاستماع إلى الطرف الآخر أحيانا فكرة تكون تطرح مباشرة يستعجل الإنسان في مصادرتها ولم يستمع إلى تفاصيل هذه المشكلة هنا هنا تكمن المشكل هنا تكمن المشكل ولذلك مهم جدا أن يكون هناك صغار استماع هذه مهارات اتصال يسمونها بين الزوجين بين الوالدين والأولاد هذه مهارات لما تصغي هذه مهارة عجيبة ما يسمى بفن الإنصات هذا منهة شرعي يا أخواني هذا منهة شرعي أدمنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أننا ننصة للمقابل ولا يزن بالضرورة الاستعجال في اتخاذ القرار يعطي الإنسان نفسه فرصة زمنية حتى تنضج عنده الفكرة ثم بعد ذلك يتخذ القرار المناسب خلاصة الكلام بأن الحوار الأسري أحد أسس النجاح وتقبل هذا الحوار مهم جدا بل في مرتبة الضرورة لإنجاح العملية التربوية في الأسرة سواء بين الوالدين وأولادهم أو العلاقة بين الزوج وبين زوجتها الحديث له بقية إن شاء الله لكن لنا لقاء قادم بحول الله تعالى حول هذه السلسلة إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله